صباح الفل عليكم ازايكم عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير حبيبي النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة هيلة جدا من الحل الخفيف الحلو اللذيذ اسمه ليالي لبنان دي بتتاكل في الصيف غالبا يعني بتبقى في الصيف في المناسبات الحلوة طعمها جميل وخفيف بترتب كمان على القلب يعني من الوصفات اللذيذة والسهلة والخفيفة اي حد بدون فرن بدون اي حاجة في التلاجة بتتحط وبتبقى بردة وجميلة وبتتقدم حلوة قوي ممكن تقدميها بالشربات تقيل او بعصل النحل اي حاجة عندك متاحة او اي خيارة عندك متاح التزيين بتاعها بيكون فوزدق لو عندك مكسرات مفيش مشكلة بس غالبا بتتحط ليها فوزدق الوصفة دي حلوة جدا اتمنى يربي تهجبكو بس لو عجبكو الفيديو ما تنسينيش من اللايك للفيديو واشتراك في القناة لو مش مشتركة او اول مرة بتزريني وياريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني وياريت شير مع اصحابكم الوصفة سهلة كبايتين من اللبن نص كباية سميد وشلت منهم معلقتين من السميد يعني علشان يبقى المقدار مظبوط معلقتين من السكر ومعلقتين كمان كريم شانتي والتزيين او الحشو من فوق هيبقى عندك علب القشطة سواء قشطة بلدي هيبقى يا سلام ما فيش بعد كده او قشطة مصنعة انا جبت اثنين عادي و اثنين واحدة بك و كمان التسقيه هعملها عسل او شرباط حسب ما انت حابة بس بالعسل بتبقى اجمل هجيب وعاء عشان هحطه على النار هفضي كبايتين من اللبن البارد عادي هحط معلقتين من الكريم شانتي البودر الخام هحط كمان معلقتين مش تلاتة من السكر البودر انا هنا معايا تلاتة بس انا بحب الحاجة طعمها يعني مش مسكر كتير لان انت هتحطي كده كده عسل من فوق فبالنسبالك مش مشكلة هضيف كمان نص كباية من السميد الناعم مش الخشن وشلت منه معلقتين هحطهم على النار وافضل اقلب لغاية ما يتقل معايا القوام زي ما انتو شايفين حضراتكم تقل معايا هروح جايبة معلقة مية المورد ماء وموارد ماء زهر اللي انت موجود عندك لو عندك ماء زهر حطي ماء زهر هنا هسيبه بس يهده شوية علشان هحطه في الطبق البيريكس اللي احنا هنقدم فيه هافتح علب الاشطه لو عندك اشطه بلدي ما تفودي هاش طعمها بيبقى يجنن بجد اية ايده اه وده سمع تكون غنية قوي بس طعمها بيبقى حلو قوي في وصفة ليالي لبنان هضيف عليهم الاشطه المصنعة بس انا قلت اجيب اللي هي الاشطه التانية البوك علشان تديها طعم حلو لان الاشطه المصنعة تبقى خفيفة شوية فقلت اديها واحدة بوك كمان علشان ايه تبقى طعمها لذيذ وحلو هضيف التانية يبقى معانا ثلاث علب من الاشطه عشان نغطي ايه وش الليالي لبنان او وش الصينية بتاعتي حط المعلاقة صغيرة من الفانيليا وهسيبها في التلاجة شوية عايزها تمسك عشان انا هضربها هنا هدي بقى الخليط اللي احنا عملناه يعني الليالي لبنان هديت هزبطها في الصينية واسويها كويس قوي هسوي اطرافها بصوا بتبقى تقيلة ازاي هسوي اطرافها باي حاجة او وشها باي معلقة او اسباتولا او اي حاجة حتى لو انت هتبليها على اساس تبقى نعمة والوش ناعم مفيهوش اي ايه تجريحات كده كده هي الدارة بس احنا عايزين موسطها الوصفة دي ضروري تجربوها طعمها لذيذ وخفيفة شايفين بعد ما ساوتها كده في الصينية بايريكس هطلع الاشتام التلاجة شوية حاطتها في التلاجة تمسك واحنا حطنا لها معلقة صغيرة من الفانيليا هحط لها معلقة ونص من السكر البودر وكمان معلقتين من كريم شانتي صغيرة يعني معلقة الشاي صغيرة هاملها كريم شانتي عشان تديها ايه تستحلو كده او طعم حلو عشان تحسي بتعمها كريمي مش خفيف هي كده كده لما تدخل للتلاجة لأ هتتقل شوية او هتجمد شوية هجيب المضرب بتاع الكهرباء ثلاث دقايق فقط لغير يعني مش بضرب كتير بس عايزة كريم شانتيه يشتغل معي مع الاشتام انا هنا ما ضفتش اي سويل بس عايزة القوام بتاعها يبقى تقيل شوية هنزل بقى بالاشتام بتاعتي وهفضل طبق كله اللي انا عملته او الكمية وهفردها بسهولة جدا وحطها في التلاجة شايفين بعد ما سويت السطح بتاعها صدقوني طعامها لذيذ للناس اللي تحب الحالة يعني بدون مجهود هي ماخدتش معايا نص ساعة اساسا يعني على طول في التحضير والوقت يدوب نص ساعة في التجهيزات دي كلها دلوقتي هحطها في التلاجة وهطلعها اخدت ثلاث ساعة في رف التلاجة مش في الفريزر ولا اي حاجة تلاجة بس بصوا وتقطعت بكل سهولة يعني حتى في التقطيع بتاعها طول ما ساعة بتتقطع بسهولة جدا طبعا انا كنت هعمل فيها شرباط بس لأ غيرت رأيي وضفت لها عسل نحل قلت اخف شوية حطيت كمان عليها فوس دق مطحون كده وكان طعمها هايل جدا اتمنى تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة بس لو انت اول مرة بتشوفي قناتي ما تنسينيش تعملي اشتراك للقناة وكمان تفعلك جرس عشان يوصل لك كل جديد وياريت لايك للفيديو لو عجبك وكمان من فضلك ياريت تشعيري مع اصحابك عشان يوصل لكل اصحابك اللي بتعرفيهم بنا قناتي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله بحبكم في الله احسن اخوات واحلى اخوات واغلى اخوات عندي دمتم بخير دايما يا رب وفي سعادة وراحة بال كانت معاكم وفاء السلام اشوفكم على خير في وصفة جديدة نلتقي ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة